قبل أسبوع من أعياد الميلاد تعزز القيود المفروضة عبر العالم لتحجيم الانتشار الخاطف للمتحور من فيروس كورونا أوميكرون مع إلغاء احتفالات أو إغلاق مواقع وزيادة الضغوط على غير الملقحين وبعد شهر فقط على رصده للمرة الأولى في جنوب إفريقيا بات المتحور أوميكرون انتشر بشكل صاروخي في أوروبا وقد يصبح النسخة المهيمنة بحلول منتصف كانون الثاني يناير بحسب ما أعلنت المفوضية الأوروبية وتزداد الضغوط على غير الملقحين وقد تصل أحيانا إلى حد الإلزام بتلقي اللقاح ففي أمريكا مثلا أعادت محكمة فرض التلقيح الإجباري على موظفي الشركات الكبرى أما في سويسرا فيسمح فقط للملقحين أو المتعافين بدخول المطاعم والمؤسسات كما سيدخل فرض اللقاح حيز التنفيذ في فرنسا مطلع السنة المقبلة وبموازات ذلك بات التلقيح يشمل الأطفال في عدة دول مع انضمام البرازيل إلى البلدان التي باشرت ذلك مثل كندا والولايات المتحدة والشيري والبرتغال وإيطاليا واليونان وقبرس وأعلنت فايزر أنها تريد اختبار جرعة ثالثة من لقاحها المضد لفيروس كورونا للأطفال دون سن الخامسة ما قد يدفع إلى التقدم بطلب ترخيص لثلاث جرعات أساسية لدى هذه الفئة العمرية خلال العام المقبل اشتركوا في القناة